دكتور علاء كان لافت للنظر بأنه في بداية الخطة الروسية تلك والتي تريد بالفعل الاستحواذ على أوكرانيا كان الهدف الرئيسي هو دخول كيف الآن تغيرت الخطة وتمثلت فيه الهجوم والاستحواذ على مناطق في شرق أوكرانيا ولكننا نلاحظ بأن هناك استماتة أيضا من جانب الجيش الأوكراني في الدفاع عن هذه البلدات والمدن هل تعتقد بأن الجيش الروسي الآن أمام هزيمة في الأراضي الأوكرانية أما أنه من الممكن أن يحقق مكاسب بشكل جديد يتمثل فيها الحصول على شرق أوكرانيا وتقسيم هذه الدولة إذا كان بوتين ينظر إلى الضمار الذي يخلفه بالقصف وبإطلاق السواريخ وبالغارات الجوية على أنه انتصار فهو من وجهة نظره انتصار هذا ليس انتصار إذا كان يرى أن قتل المدنيين هذا انتصار فيعني الجميع يعلم أن هذا ليس انتصار ما زال الشعب الأوكراني صامد ما زال الجيش الأوكراني صامد القدرات العسكرية الروسية في تراجع نعم لديه من الذخيرة ولديه من القدرة على تدمير المزيد من الأحياء والمزيد من المباني والقصف هنا وهناك اشتركوا في القناة